من آل بيت المصطفى شع الهدى وبهم طريق الحق نورا عبدا هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا فيهم من المختار بانت سنة أقوالهم نور يضيء الفرق داعهم روى التاريخ خير رواية من بات يقرأها فيصبح مرشدا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي وها نحن وإياكم في قراءة تاريخية جديدة الحدث في زمن أحد الأئمة عليهم السلام وبالتحديد الحوار بين سدير الصيرفي والإمام الصادق عليه السلام إذ يظهر الإمام أن الاعتماد ليس على الكم والعدد بل على النوع في تحقيق النصر الإلهي للأئمة عليهم السلام فلنشاهد ونعود بالحكمة دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له والله ما يسعوك القعود ولما يا سدير لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك والله لو كان لأمير المؤمنين عليه السلام ما لك من موالي وشيعة وأنصار لما طمع فيه تيم ولا عدي وكم عسى أن يكون مئة ألف مئة ألف مئتي ألف مئتي ألف نعم ونصف الدنيا والله يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما واسعني القعود إذن بعدما شاهدنا إخوتي وأخواتي ها نحن نقف على جملة من الأمور منها أن النصر لا يبنى على الكم والعدد في مذهبنا بل على الفعل والنوع ما الفائدة من وجود آلاف المدعين إنما الفائدة من وجود شيعة حقيقية ما الفائدة من وجود ملايين المنتمين الفائدة بوجود من هم النصر الإلهي فالملايين لن تفعل كالثلاثمائة وثلاثة عشر الخلص وقواعدهم الذين لو كانوا في زمن أي إمام لثار طالبا للحق بالأمر الإلهي نستودعكم الله أرباب علم والحليم مريدهم من زاغ عنهم في جهنم خلد ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى هم خير آيات وخير تلاوة أبناء فاطمة وفيهم يقتدى إذ لن تمس النار جسم محبهم فاطمع إذن في حبهم وتزودا